الزمان الأخير السؤال طب كيف أعرف أنه هل فعلا مجيء المسيح ثانية رح يكون حقيقة شوف خليني أخذها من الآخر ما في حد رجع من الموت إلا يسوع المسيح اللي قام من الأموات وقيامة يسوع المسيح أعطت مصداقية وأعطت شرعية لكل ما قالوا يسوع المسيح فالمسيح حتى بعد القيامة تكلم مع التلاميذ أنه سيرجع ثانية هاي منحي واحد أن القيامة هي أكبر دليل على مجيء المسيح ثانية شيء تاني لما المسيح كان على جبل الزيتون وكانوا بيتفرجوا على أورشليم القدس بلدة جميلة جدا وأجمل ما كان في هذه المدينة الهيكل اللي كان مزخصاً بالذهب والأعمدة والرمانات وكل يعني إذا بتقرأ للمؤرخ يوسيفوس بيتكلم عن أوصاف هذا الهيكل اللي بناه هيرودوس هيكل عظيم جداً وكان الكل بيفتخر أنه هذا الهيكل وكان معلوم لدى اليهود طالما أنه هذا الهيكل بنية استحالي هدم الهيكل فالمسيح طبعاً صدم كل السامعين قال لهم أنتو شايفين هذا الهيكل شايفين الأبنية قال يسوع لا يبقى حجر على حجر لا يبقى حجر على حجر ولا يمضي هذا الجيل يعني ما أخذتش الموضوع أربعين سنة الجيل إلا وتم بالكامل كلام الرب يسوع المسيح فعلاً في سنة سبعين ميلادي حسرت أورشاليم هي حسرت من سنة ست وستين ميلادي ولكن عندما رجع مرة أخرى طيتوس حاصر أورشاليم وكان الوضع صعب جداً اللي كان يموتوا من الجوع الجثث الميت في شوارع أورشاليم الرائحة الكريهة وصلت إلى الناس كانت تفقد عقلها وتوازنها وعندما دخل أورشاليم هدم أورشاليم بالكامل مساحة يعني هدم كل أصوار أورشاليم ولكن تمت نبوة المسيح لم يبقى حجر على حجر بتعرفوا حبائي شو اللي بقي إنه عارفين لما إن هدمت الحجارة شو رو ما نعمله كانوا يشعلوا النيران حتى يقشطوا الذهب اللي على الحجارة فاضطروا إنه حجر وراء حجر بالكامل يعني عملوها حرتوها حرت لأورشاليم لا يسعني الوقت أن أتكلم عن كمية الناس التي صلبت خارج الأصوار كمية الناس التي ماتت كمية الناس التي انسبت فتم كلام يسوع بالتطقيق وبما إنه تم كلام المسيح في مجيء الأول بهدم أورشاليم هذا يعني إنه العلامات اللي تكلم عنها يسوع وأنها مبتدأ الأوجاع اللي بتشوفه حروب أخبار حروب حيرة وزلازل وأوبئة ورح تكون أيام أصعب وأصعب لمجيء الضيقة رح نشوف أو نشوف الويلات ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص فإذن بما إنه نبوة المسيح تمت في مجيء الأول وتم خراب أورشاليم والهيكل معناته مجيء ثانية لابد أن يتحقق لأنه هو الصادق الأمين والكامل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر